أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي أن معركة مأرب مصيرية وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد تغييرا كاملا لصالح الجيش في جميع الجبهات وقال وزير الدفاع في لقاء مع قناتي العربية والحدث إن الجيش سيطر على عشرات الكيلومترات ما بين حريب عسيلان خلال هجومه الأخير في محافظة شبوة أوضح وزير الدفاع بأن دعم التحالف بقيادة السعودية كان فاعلا في إسناد الجيش وتكبيد ميليشيا إيران الحوثية خسائر فادحة مشيرا إلى مصرع خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في المعارك خلال الأيام الماضية وأشار وزير الدفاع إلى استمرار عملية تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي عبر ميناء الحديدة وقال إن بعض الطائرات التابعة للأمم المتحدة تقوم بتهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي عبر مطار صنعاء الدولي ترجمة نانسي قنقر